بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فهذا الدرس الثالث المتعلق بالقواعد الفقهية التي هي ضمن نظم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وتعليق الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على هذا النظم وأوصي طلبة العلم الذين يستمعون إليه أن يحصلوا على هذا النظم وعلى شرحه شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ويحفظ النظم أن يحرصوا على حفظ النظم وكذلك أن يقرأوا قراءة مستفيضة مستوعبة لما علق به الشيخ محمد رحمه الله ففي ذلك نفع عظيم وفيه فوائد جمة ومنافع كبيرة وهذا التعليق مع هذا النظم أساس في هذا الفن فن القواعد ولا سيما على المذهب الحنبلي وكذلك فقه الحديث وكذلك الأمثلة المعاصرة فقد جمع هذا التعليق مع هذا النظم أصولا شرعية ونصوصا شرعية كثيرة وشواهد وأمثلة وفيرة فهو في الحقيقة مفيد في بابه والدرس أي درس إنما هو عبارة عن مفاتيح وعن رؤوس أقلام ولا يغني عن الكتاب المجموع المؤلف المحرر المحقق ولا سيما هذا النظم وهذا التعليق الذي عليه للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ورحم الله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ورحم الله علماءنا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين أستكمل في هذا الدرس اليوم ما يتعلق بالمقدمات وذلك أني رأيت في الكتاب والمجموع الذي أطلعت عليه من تعليق الشيخ محمد على نظم الشيخ بن سعدي رأيت مقدمات كتبها باحثان لا أعلم هل قرئت هذه المقدمات على الشيخ محمد أم لم تقرأ ولكنها مقدمات موثقة ولو توثيقا عاما موثقة توثيقا عاما من كتب الفن ولا أعرف الكاتبين الذين جمعا هذه المقدمة لا أعرفهما فإن كانت هذه المقدمة قرئت على الشيخ محمد لعل الإخوة الباحثين المستمعين إلي الطلاب أن يتحققوا من ذلك فإن كانت قرئت هذه المقدمات على الشيخ رحمه الله فحسب وإن كانت لم تقرأ فأنا رأيتها من حيث العموم متناسقة ومتوافقة مع ما كتب في فن القواعد الفقهية من حيث التعريف من حيث الفوائد من حيث الاستمداد من حيث الأقسام والأنواع من حيث الكتب المؤلفة من حيث الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية وبين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية وبين القواعد الفقهية وبين الفروق الفقهية والذي أنا متحقق منه أن تعليق الشيخ يبدأ تعليقه الذي بقلمه يبدأ من بداية النظم من القاعدة الأولى التي هي باختصار قاعدة المصالح والمفاسد أستكمل ما يتعلق بهذه المقدمات وما حضرني في هذه المقدمات فهو مأخوذ من كتب الفن أي ما استطعت أن أحفظه أو أن يستقر ولو من بقاياه في ذهني فلا يغني ما أقوله وما قلته سابقاً لا يغني عن مراجعة الكتب وكتب الفن في كتب معاصرة وقد عني العلم قديماً وحديثاً بالقواعد الفقهية عنوا عناية جيدة وفيها كتب مؤلفة فيها رسائل علمية كتبت في الجامعات سواء عن التاريخ تاريخ القواعد الفقهية وعن النشأة عن الفوائد التي هي الدراسة التاريخية أو المدخل إلى علم القواعد وكذلك حققت كثير من كتب الفقهية كتب القواعد من كتب التراث قواعد العلاء حققت قواعد ابن المرحل ابن الوكيل قواعد الحصني قواعد الزركشي وكذلك قواعد المقري قواعد ابن رجب قواعد الفوائد الأصولية ابن اللحام حققت وطبيعت وطبيع بعض كتب القواعد ولو لم تحقق وربما علق عليها تعليقات جيدة في المكتبات التجارية التي طبعتها مثلا الأشباه والنظائر للسيوط أشباه والنظائر لابن نجيم وربما أنها حققت في فترة لاحقة ولم أطلع على ذلك الله أعلم الأشباه والنظائر لابن السبكي أيضا كذلك حققت المقصود أن هذا الفن خدم كتب الفروق أيضا طبع منها كثير وحقق منها بعض مثل الفروق للقرافي وهو الحقيقة تاج الكتب تاج كتب الفروق فروق القرافي ما يستغني عنه طالب العلم كما لا يستغني عن كتب القواعد قواعد الفقهية ينبغي العناية بهذا الفن فالفقه هو الجامعة والفرق فالفرق بين القواعد الفقهية وبين الظوابط الفقهية كلها متعلقة بالفقه والفقه هو حكم شرعي عملي الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلة تفصيلية غير أن الظوابط الفقهي تكون فروعه من باب واحد تكون فروعه من باب واحد والقواعد الفقهية والقواعد الفقهية فروعها منتشرة في أبواب الفقه من العبادات إلى المعاملات إلى فقه الأسرة إلى فقه الجنايات إلى آخر أبواب الفقه المتعارف عليها في كتب أهل العلم فالضابط الفقهي حكم شرعي عملي أغلبي ولكن فروعه قليلة وتكون من باب واحد مثل مثل قول الفقهاء ما أزال رطوبة الجلد صح الدباغ به ما أزال رطوبة الجلد الجلد المدبوغ يعني جلد الدابة ما أزال رطوبة الجلد صح الدباغ به أو الدباغ به فهذا من باب واحد في باب الآنية في جزء منها أيضا وكقولهم مثلا ما صح بيعه صح رهنه ما صح بيعه صح رهنه فهذا أيضا من باب واحد العين التي يصح بيعها وشروطها الطهارة والإباحة وأن تكون معلومة وكذا وكذا إلى آخره صح رهنه إلى غير ذلك مما يذكره أهل العلم في ضوابط الفقه فهي مفيدة أعني ضوابط الفقه تجمع الفروع المنتشرة في الباب الواحد وتنظمها في سلك واحد فيسهل حفظها وضبطها ونقلها وروايتها ويسهل التخريج عليها الحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير ولا سيما في من الأمثلة المعاصرة والشواهد القائمة وهناك ومما يفرق في بين القواعد الفقهية وفن من الفقه من الدراسات الفقهية استجد في هذا العصر غالبا وإلا له أهو بذور وجذور في الدراسات المتقدمة لكن في هذا العصر غلب وكثر وهو ما يعرف بالنظريات الفقهية مثل ما يعرف بنظرية الملكية نظرية الإباحة نظرية العقد أو نظرية العقود نظرية الالتزام نظرية الحقوق إلى آخره وهذه تشترك مع القواعد الفقهية في الموضوع فكل منهما موضوعه الفقه حكام الشرعية العملية وكل منهم فيه شمول وعنوانه غالبا يكون مختصرا القواعد الفقهية قد ذكرت لكم أمثلة كثيرة منها في الدرس الماضي لكن النظرية الفقهية تختلف عن القاعدة الفقهية ففيها دراسة للأقسام وللأنواع والتكسيمات والتبويب والشروط والموانع والأركان والواجبات وغير ذلك من المتعلقات بينما القاعدة الفقهية الغالب عليها تدرس من حيث المعنى اللغوي ومن حيث المعنى الاصطلاحي ومن حيث أدلة القاعدة ومن حيث مكانتها في الفقه أي ما يرجع إليها من الفروق ومن حيث ما يندرج فيها من القواعد ويتفرع عليها من القواعد مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك تندرج فيها قواعد أصل بقى ما كان على ما كان الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته الأصل في الأشياء العارضة العدم الأصل براءة الذمة الأصل في الكلام الحقيقة إلى غير ذلك تعارض الأصل والظاهر إلى غير ذلك مثل قاعدة الضرورة بعد معناها اللغة ومعناها الإصطلاح وأدلة اعتبارها ومكانتها في الفقه تذكر القواعد المتفرعة عليها والمندرجة فيها مثل لا ضرر ولا ضرار الضرر يزال الضرر العام يدفع قبل الضرر الخاص إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة إذا كانت المفسدة راجحة أو غالبة إذا كانت المفسدة راجحة بمعنى غالبة كثيرة يعني أو كانت مساوية الحاصل هذا ملخص التفريق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية وهذه التسمية النظرية الفقهية ولو كانت معاصرة فتسمية لا بأس بها فالنظرية ما تعرف به الأمور المظنونة والفقه في كثير منه مظنون لكنه ظن لكنه ظن معتبر تقوم به الحجة وتبنى عليه الأحكام وتشغل به الذمم إلى آخره وهذه وهي عبارة عن دراسة موضوعية لموضوع ما وقد دولها أمثلة في الفقه الإسلامي لو أحد راجع كتب التراث الكتب التي جمعت عنوين الكتب مثل كشف الظنون وهدية العارفين وتراجم المؤلفين الأعلام للزركل معجم المؤلفين إلى غير ذلك كذلك في هارس المكتبات والمخطوطات يجد نماذج لهذا النوع من الدراسة عند المتقدمين وإن لم تسمى بهذا الاسم أعني النظرية الفقهية مما ينظر فيه أيضا من المقدمات التفريق بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية القواعد قد سبق معناها لغة واصطلاحة وسبق ذكر أمثلات لها أما علم الفروق فقد يكون فروق قد تكون الفروق بين القواعد وقد تكون الفروق بين الأصول وقد تكون الفروق بين الفروق المسألة الفقهية وكتاب الفروق للقرافي تقريبا جمع هذه الأنواع أتى بفروق بين القواعد مثلا قاعدة الشهادة وقاعدة الرواية وممكن تقول مسألة الشهادة ومسألة الرواية وغير ذلك من الفروق وقد تكون فروق بين المسائل مثلا أو بين الأصول كان يقال الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين هذا فرق بين أصلين وقد يكون الفرق واسعا لأنه بين قاعدتين أو بين مسألة كبيرتين أو بين أصلين كبيرين وقد يكون جزئيا إذا كان بين جزئيتين من أجزاء الفقه أو من أجزاء الأصول إلى آخره والشريعة المباركة لا تفرق بين متماثلين أو متماثلات ولا تجمع بين متباينين أو متباينات هذا علم عظيم هذا علم يساعد طالب العلم في الاجتهاد وفي النظر وفي الترجيح وفي الاستدلال وفي الاستنباط هذا علم يساعده يمشي مع منهج الشريعة مع قواعد الشريعة ومن هنا جاء القياس وجاءت صحة القياس في الشريعة لا تجمع بين متباينات مختلفات متفرقات ولا تفرق بين متساويات ومتماثلات متشابهات فلما قال القائل الأول البيع مثل الربا رد الله تعالى قولهم وبين خطأهم وأحل الله البيع وأحرم الربا فبين أن البيع غير الربا بينما هم قالوا إنما البيع مثل الربا بين الله تعالى الفرق في الحكم والفرق إما أن يكون في الحكم وإما أن يكون في الدليل وإما أن يكون في المعنى وإما أن يكون في الاستدلال وإما أن يكون جامعا لها فعلم الجامعة والفرق مهم جدا الجمع تعنى به الأشباه والنظائر وتعنى به القواعد قواعد الفكر والفرق تعنى به الفروق سوى كانت الفروق بين القواعد أو بين الفروق أو بين الأصول كما سبق أن بيّنت كان يقال مثلا الفرق بين العلة القاسرة والعلة المتعدية الفرق بين النسخة والتخصيص هذا فرق أصولي هذه فروق أصولية الفرق بين العامة والمطلق هذه فروق أصولية ومثلها الفروق الفقهية كما ضربت لكم مثالا كان يفرق مثلا يقال مثلا الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين فيها فروق الفرق بين التيمم وبين الوضوء إلى غير ذلك والفروق تأتي بين متشابهات في الجملة لكن على وجه التدقيق وإنعام النظر وقوة التأمل تظهر هناك فروق تظهر هناك فروق مثل ما ذكرت في الرواية مثل ما ذكرت لكم في الأمثلة في الرواية مثلا والشهادة يجتمعان في أن كل منهما إخبار عن واقع إخبار عن واقع فالراوي يخبر عن واقع والشاهد يخبر عن واقع ولكن عند التدقيق وإنعام النظر وقوة التأمل هناك فروق بين الشهادة والرواية فالرواية تصح من 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 بعض من لا تصح منه الشهادة الرواية تصح من بعض من لا تصح منه الشهادة يشترط في الشهادة شروطا لا تشترط في الرواية وهكذا الشهادة فيها معنى الخصوص وتتأثر بالنفع والضر بينما الرواية فيها معنى العموم وفيها وإن كان كل منهما إخبار عن الواقع وهكذا مثلا لو قيل الفرق بين النسخة والتخصيص تجد النسخة والتخصيص كل منهما فيه إخراج لما دل عليه النص أو لبعض ما دل عليه النص لكن عند التدقيق وعين عام النظر هناك فروق بين النسخ والتخصيص العامة والمطلق كل منهما شائع لكن العامة شامل مستوعب والمطلق شائع غير مستوعب شمول المطلق بدلي عموم المطلق بدلي شموله بدلي بينما العام عمومه مستغرق وشموله مستغرق مستوعب مستغرق فقول الله تعالى مثلا أو قول القائل اعتق رقبه هذا مطلق لكن الرقب شائع لكن لا تستوعب كل الرقاب بينما قول القائل الناس أو الرجل أو الكذا فهذا عام والعام لا شك أنه نسبي ولكن فيه شمول واستيعاب واستغرق والفروق كثيرة كتب للفروق كثيرة كما قلت لكم من عشرها كتاب القرافي وقد عني به العلمة وخاصة من المذهب المالكي وعليه تعليقات وعليه شروح وفي عامة المذاهب كتب للفروق في المذهب الشافعي في المذهب الحنفي في المذهب الحنبلي في المذهب المالكي إلى آخره هذا ما يتعلق بالتفريق بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية مما يتعلق أيضا بالمقدمات في القواعد الفقهية أنواعها وتقسيماتها فمن حيث العموم والشمول تنقسم إلى يمكن في الجملة إلى ثلاثة أقسام القواعد الخمس وهي العامة الشاملة الغالبة الكثيرة لا تكاد فروقها تنخصر ثم تليها قواعد فيها ساعة وشمول إلا أنها أقل ساعة وشمولا من القواعد الخمس مثل قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد هذه تأتي في الإفتاء وتأتي في القضاء وتأتي في الحقوق إلى آخره وغير ذلك من القواعد ذكر السيوط منها مجموعة وقواعد أخص وأخص حتى ينتهي إلى وقد توسع حتى تنتهي إلى فرعين أو ثلاثة وهذا بناء على التوسع في إطلاق لفظ القواعد ومن حيث الاتفاق والاختلاف ففي قواعد متفق عليها في المذاهب كلها المذاهب الأربعة بل وحتى مذهب الظاهرية وعند غيرهم من أهل العلم مثل القواعد الخمس الكبرى الأمور بمقاصدها يقول ليقين لا يزولوا بالشك مشقة تجلب التسير لا ضرر ولا ضرار العادة محكمة إلى آخره وقواعد يختلف فيها في المذاهب لكن يتفق عليها في المذهب ذاتي وقواعد يختلف فيها حتى في المذهب ذاتي هذا من حيث بعض التقسيمات للقواعد الفقهية أدلة القواعد الفقهية هي أدلة الفقه أدلة القواعد الفقهية هي أدلة الفقه من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع من عمل الصحابي ومن القياس لكن القواعد الخمس ترتكز وتنتصب للأدلة إلى الأدلة وتنتصب إلى الأدلة إلى النصوص من الكتاب والسنة والإجماع ممكن يقال القواعد الخمس أنها من أدلتها الإجماع سوى توسع في معنى الإجماع أم لم يتوسع فيه كأن يراد به المذاهب الأربعة مثلا هذه جملة من المقدمات ولعلنا بهذا الإختصار وبهذه الحلقة نكون قد أتينا على مجمل المقدمات وإن كنا لم نستعرض الكتب بالتفصيل والمؤلفين ونحو ذلك ومن حيث النشأ فالقواعد الفقهية نشأت بمصادر الشريعة بالكتاب والسنة فهي إذن من عهد النبوة القواعد المنصوصة من عهد النبوة والقواعد المستنبطة من عمل الفقهاء ومن عهد العلماء من الصحابة ومن بعدهم ونكتفي بهذا القدر في المقدمات وإذا أتيحت فرصة لاحقة إن شاء الله تحدثنا بالتفصيل في القواعد المفصلة بداية من القاعدة الأولى وما وراءها وهذا النظم حوال القواعد الفقهية شيئا من القواعد الأصولية ومن الجمعة والفرق من الأشبه والنظائر ومن الأصول النافعة وقد نوهت به كثيرا وهو يستحق التنويه النظم والشرح والتعليق كلاهما يستحق التنويه فهما لعالمين جليلين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله جل وعلا وفي الختام أشكر رئاسة الحرم المكي والحرم المدني على أن أتاحت لهذه الفرصة أشكر معا للرئيس أستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس وكافة الزملاء أن أتاحوا لهذه الفرصة لأن أتحدث إليكم أيها الإخوة الفضلاء طلاب وأشكركم أنتم على حسن الإصغى حسن المتابعة المتابعة وباسم الرئاسة وباسمكم وباسم أشكر ولا تأمرنا قيادتنا الرشيدة على ما توليه من اهتمام بالعلم والعلمة وطلاب العلم وعلى ما توليه من اهتمام بالدعوة إلى الله وبالمساجد وبما ينفع البلاد والعباد وبما توليه من اهتمام بحال المسلمين في سائر بلاد المسلمين وفي سائر البلدان صلى الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يشكر سعيهم وأن يجزل ثوابهم وأسأل الله تعالى أن يغفر لهم ولنا ولكم ولجميع المسلمين وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر